طيب الفقرة اللي جاي دي انا عايزكم تركزه معايا قوي لان الحقيقة هنقول كلام مهم كلام مهم هو الحقيقة احنا يعني عملنا مجهود وبازلنا مجهود عشان نحاول نحصر هذا الكلام لحضراتكم ونجيبه بشكل مبسط لكم ملوك الصلاة طيب احنا بنتساءل معاكم كده مين ملوك الصلاة احنا يعني كتير او اي يعني مش عايز اقول يعني صفحات كتير وعي سوشيال ميديا والاسف مقدمين برامج اي فرقة بتاخد بطولة يقولك انا ملوك الصلاة طيب يا سيدي انا يعني معاك وكل حاجة ولكن احنا هنا متعودين نتكلم بارقام ما بنقولش يعني كلام مرسل ولكن كلام موسق وكلام مصبوط وكلام بالارقام بنشوف مين ملوك الصلاة وتابعونا عشان بعد كده انا مكنتش عايزة اتكلم في الموضوع ده الحقيقة بس لازم يتوضح والفيديو ده هيوسق الكلام اللي احنا بنقول وهيوسق مين ملوك الصلاة ونتكلم مع بعض ملوك الصلاة الصلاة ايه هي الاول كل اللي اعبات تلاقي في الصلاة سلة طايرة يد تنس طولة اسكواش جنباز في حاجة تاني بتتلاقي يعني مفيش بس انا لو حطيت الست العاب دول انا يعني 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 هحلك في مكان تاني الواحدي خلص انا كنادي اهلي فانا هعمل ايه هقول الالعاب المشترك تمام بنا وبين المنافس المنافس الوقت دائما التقليدي نادي الزمالك يعني دا دي زمالك معندوق يعني جنباز يعني مفيش اسكواش مثلا مفيش يعني كراتين يعني مش عايزة خش في الحاجات اللي هي او الالعاب اللي احنا الحمد لله كنادي اهلي منفردين بيها هخش في التلات ألعاب الجماعية او الكبار عشان ما تقولش يا يسم دا انت بتحطيلي حتى تنس الطولة بتحطيلي ايه لا ما تحطيليش الكلام دا طيب يا سيدي احنا الالعاب دي اصلا مكتسعين فيها بس هجيب لك التلات ألعاب اللي انت بتقول يا عم ان انا ملوك الصلاة فيها خلينا ابتدي مع بعض هنقسم البطولات المحلية للتلات ألعاب دول الطائرة والسلة واليد والأفريقية ونجمع ونشوف مين اللي واخد اكتر بطولات عشان نعرف مين هم ملوك الصلاة طيب هنبتدي بالنادي الاهلي واول لعبة الكرة الطائرة الكرة الطائرة في النادي الاهلي تلاتة وتلاتين دوري والزمالك سبعة وعشرين دوري خلي بالكم يعني الجرافيك اهو او الجدول الناحية اليمين نادي الاهلي ناحية الشمال والرقم اللي على يمين طبعا رقم النادي الاهلي والرقم اللي على الشمال هو رقم نادي الزمالي فاحنا تلاتة وتلاتين دوري النادي الاهلي في الكرة الطائرة الزمالك سبعة وعشرين كأس مصر النادي الاهلي واحد وعشرين لقب النادي الزمالك خمسة تمام ده بالنسبة لكرة طائرة محلية كاس ودوري نروح على كرة السلة كرة السلة النادي الاهلي خمسة دوري الزمالك 13 دوري طيب كأس مصر النادي الاهلي 10 دوري نادي الزمالك 13 دوري طيب خلينا نروح كده لكرة اليد نشوف برضو البطولات المحلية كرة اليد الرجال طبعا أنا بكلمكم على الرجال طبعا سيدات أنا يعني لو كلمنا عن السيدات فحد سؤال حرق أنا برضو يعني أنا بتكلم في عشان أبقى فير إناف بتكلم في الحاجات المشتركة اللي احنا يعني فيها تنافس واللي هو المنافس بيقول أنا ملوك الصلاة فيها أنا مش هكلمك في السيدات لأن أنا لو كلمت في السيدات كمان لا الأرقام هتتضرف في 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و زي ما انت عايز طيب هنروح لكرة اليد قدامنا هو الاهلي 23 لقب النادي الاهلي 23 لقب ونادي الزمالك 18 لقب ده في الكرة كرة اليد ده بالنسبة للدوري الاهلي كأس مصر 9 عرقاب الزمالك 16 لقب تمام وعشان برضو أبقول لكم يعني أبقى واضح معكم واضح معكم فيه لقب تاني يعني خلينا عند محلية لسه مش هنروح للأفريقية مجموع البطولات كده السلة والطائرة واليد كاس ودوري 101 بطولة للنادي الاهلي 92 بطولة لنادي الزمالي يعني محليا فرق تقريبا نقول عشان مش تقريبا بالتحديد 19 بطول في مجموع 99 بطولات معلش 9 بطولات يبقى ولسه على فكرة احنا مع بعض يعني مع بعض لسه الايام جاية ف101 بطولة 92 على 9 بطولات بالزبط فرق ما بيننا وبين النادي الزمالي هنروح لأفريقيا تمام أفريقيا هنروح لكرة اليد الاهلي في كرة اليد 5 أبطال دوري نادي الزمالي 12 أبطال دوري كرة اليد برضو النادي الاهلي 3 أبطال كاس نادي الزمالي 5 أبطال كاس حتى لقب السوبر انا جبتوا لهورك كمان عشان ما تقولش ان انت طلعت لقب السوبر برا لقب السوبر الافريقي احنا لقب واحد نادي الزمالي 6 ألقاب هنروح للكرة السلة النادي الزمالي 2 أبطال الكوس على فكرة كان زمان فيه بطولة أبطال الكوس لكرة السلة وموفق على فكرة 2 أبطال كوس النادي الزمالي واخدهم واخد واحدة بطولة أبطال دوري في 2016 نادي الزمالي 2 أبطال دوري طيب خليطلع للكرة الطائرة الكرة الطائرة النادي الاهلي رجال 14 لقب أفريقي أبطال دوري نادي الزمالي 5 أبطال أفريقية أبطال دوري أبطال كاس النادي الاهلي 6 أبطال كوس النادي الاهلي حصل عليهم نادي الزمالي 1 أبطال الكوس مجموع البطولات محلية أفريقية 159 بطولة ل137 بطولة لنادي الزمالي ده مجموع المحلي والأفريقي او اللي هو يعني الاقليم اللي هو الافريقي طبعا والمحلي 101 بطولة نادي الاهلي ليه 92 بطولة نادي الزمال اذا انا مشيت معاك واحدة واحدة وجبت الالعاب اللي انت بتنفسني فيها وجبت مجموعة بطولاتي ومجموعة بطولاتك فبتهيألي دلوقتي الحكم وبالارقام لكل الجماهير مش بس جماهير نادي الاهلي مين هم مملوك الصلاة ومين هم اكتر فرق حصلت على القاب طبعا مع كل الاحترام للفرق الاخرى طبعا اللي في مصر فيه فرق بتتفوق في بعض الالعاب زي نادي الاتحاد السكندري مثلا في كرة السلة بس طبعا في الالعاب الاخرى يعني مش عندوش ارقام كبيرة زي ناديين فطبعا ما كانش يقدر يخش معنا في السباق ده ولكن انا دخلت الاحاجات المشتركة طبعا نهيك انا بكرر تاني لو دخلت طبعا تنس الطاولة وما ادراك ما تنس الطاولة والالقاب 11 دوري واربعد لو دخلت لك الجنباز لو دخلت لك الكراتيل لو دخلت لك السكواش هتبقى الارقام دي هتدرف 4 و 5 و 6 اذا كل الناس بالارقام عرفت مين هم ملوك الصلاة وهو النادي الاهلي ملوك الصلاة هو النادي الاهلي